اشتركوا في القناة 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 وكتول مدة أطول أما إذا كانت الحنة فيها غير مواد طبيعية لا تطول كما ملفا بالمواد الكيموية لا تطول والتالي يكون خفيف كل واحدة أو ثانية يريد أن يكون خفيف يريد أن يكون غامق كانت في المناسبات في الأفراح والأعياد وكتنقش لنا تبارك الله نقش ديالها طب يعني كان أعتبرها أنا من قشت لي طب بالنسبة لي أنا وسيخطو في هاد اليامات ديال الكوفيد يعني الحالة اللي كتقيشها البلاد ديالنا كان حاولوا أننا نتساعدوا ونتعاونوا معها أنا قبل كورونا كنت خدمة غير عندي في الدار وكنت خدمة مزيان صراحة كيجيوا عندي الناس للدار وبكثرة ما كيجيوا عندي الناس صراحة يعني وكانت خدمة مراها فكرت ندير محال نكبر شوية البروجي نديرت نقاف وندير الحنة جات كورونا شديد المحال 15 يوم 20 يوم جات كورونا صراحة استينا قلسنا كورونا كورونا محالة في الأول كنت متخوفة مراها قلت ما عندي مندير عندي مصارف غنى أن توكل الله وغادي نحل حالة بديت خدامة بالإجراءات الويقائية بالكمامة بالتعقيم اليدين وغسل جالي يدين بأشك فوا صافي مورها بدت الخدمة وخاكك ماشي بحال أيام العادية الخدمة نقصة بزاف وما تقدرش تسدد بها شي حامل حاجة يعني محال خاصو خاصو بنادمي يكون خدام ماشي غل مرة مرة يعني هنا في القناة المشكلة الناس بقي متخوفين ما عادش حني وما غادش حني خايفين من الوباء كوفيد 19 وحنا ما بدناش ما بدنا ما نجيره كان نعيش غل من الأعراس غل من المناسبات أعياد ومناسبات أعراس بحلكة وما كينينش يعني فين يعني يعني عيد واحد اللي خدمناه هو العيد الكبير كان صراحة الضغط ولكن جاءت الخدمة غير في يومين فمتيني جاءت الخدمة غير في يومين هذيك اليومين ما غادش تدير لك شحامل شهر دي الكرة صراحة كان ديتامان اللي هو يقدر عليها الدرويش والغاني فمش كيفاش يعني ما نقدرش نزيد على واحد أتميناء اللي يقدر عليها أي واحد شكرا طفع